أبدأ من القاهرة مع الدكتور أسامة السعيد دكتور أسامة يعني انطلق مؤتمر ميونخ للأمن وجاء على أولوياته كيفية دعم أوكرانيا وتحجيم وصد الهجوم الروسي أو نفوذ روسيا. برأيك هل ما حدث في المؤتمر قد يغير من المشهد الراهن في شيء؟ أولا تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام بالتأكيد مؤتمر ميونخ للأمن نتحدث عن العديد من الأمور المتعلقة بدعم أوكرانيا. استمرار أوروبا واستمرار الغرب بشكل عام في دعم صمود الجيش الأوكراني. والحقيقة أننا سمعنا مصطلح الحرب ومصطلح الصراع أكثر مما سمعنا عن السلام أو صناعة مفاوضات أو التوجه إلى تفاوض وبالتالي هذه مشكلة كبيرة أنه واضح أن هناك توجه نحو مزيد من الصراع نحو تمديد أمد الصراع. وبالتالي هناك مشكلة كبيرة أن أوروبا تدرك أن اتساع أمد الصراع ووصول الصراع في أوكرانيا إلى عام على هذا النزاع العسكري. سيضاعف من خسائرها. سيضاعف من خسائر العالم. ولكن في المقابل الغرب لن يقبل بهزيمة. لن يقبل بالاستسلام أمام طموح روسيا لتغيير النظام العالمي. وبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية. كل طرف يرفض الحلول التي يطرحها الآخر. كل طرف يريد أن ينتصر لرؤيته ووجهة نظره. وبالتالي أعتقد أنه من الصعب التحول إلى طاولة التفاوض أو الحديث عن حلول سياسية في ظل الوضع الراحي.